بقي قانون الانتخاب حبرا متصدرا جدول أعمال مجلس الوزراء من دون أي تقدم إلا في إعادته إلى اللجنة الوزارية لتحيا به من جديد ونقل الوزير جبران باسيل أنه سأل الرئيس عون إذا كان هناك لزوم للتصويت على رفض التمديد لمجلس النواب أجاب المجلس بالإجماع على رفضه وأضاف إن الجلسة خلصت إلى رسم معادلة أن بين الفراغ والتصويت نختار التصويت وفي المعلومات أثار عون موضوع ضرورة التصويت على قانون انتخاب جديد إذا لم يجري التوافق عليه متمنيا أن تتفق الأطراف السياسية لكن لا يجوز تجاوز الدستور موقف عون تناقض وموقف ثنائي الشعي الذي يرفض قانونا انتخابيا بلا توافق ومن ثم رفض التصويت ليسجل وزير الاشتراكي بعد ذلك اعتراضه على مبدأ فرض القوانين ولضحض شائعات التوتر على خطب عبد عين التيني أكد الوزير علي حسن خليل أن لا قطيعة بين الرئاستين الأولى والثانية وحصل اتصال بالأمس بين الرئيسين عون وبره وقال فخامة الرئيس ولأني أقسمت اليمين على احترام الدستور فلا بد من التقييد بنصوصه علما أن التصويت عمل دستوري وهو أفضل بكثير من الفراغ اللجنة موجودة يعني ما تم حلها ولكن ليست لجنة حصرية لدراسة موضوع الانتخابات الكل اللي يعرفون أن هذا قرار سياسي أو ما يكون قرار تقني استهل الرئيس عون الجلسة بالكلام عن ضرورة الإسراع في إنجاز قانون جديد يعكس التمثيل الصحيح والعادل ضمن الطوائف وقال إن الدعوة إلى إلغاء الطائفية السياسية لم يبحث فيها منذ 27 عاما ولم تؤلف الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية بعد مشددا على ضرورة الحفاظ على لبنان ووحدة اللبنانيين ومقاربة هذا الملف وطنيا لا طائفيا ولا مذهبيا وأضاء الرئيس الحريري على الفرصة التاريخية للوصول إلى اتفاق على الأمور السياسية مبديا آسفه على سماع الكلام الطائفي مضيفا إن الأطراف السياسية علاقة بقوسين للوصول إلى حل شامل وكبير وهذه التحديات الكبيرة تحتم استبعاد لغة التصعيد والشارع وبعد الانتهاء من مناقشة قانون الانتخاب جرى الاتفاق على إعطاء داتا الاتصالات للأجهزة الأمنية لمدة ستة أشهر نحن اعترضنا على التمديد المطلوب لأنه في مخالف الانون الانون بنص على إعطاء هذا الاتصالات بجغرافيا محددة بزمان محدد على أسماع محددة هننا عم يخذوا الداتا كلها هذا مخالف الانون الأرار اللي يطلع هو إنه يعطوهم لستة شهر على إنه الأجهزة الأمنية تعطي دراسة واضحة شو هي الإجراءات اللي بدها تعملها للطب الانون اعترضنا الوزير بسير الوزير فناش ورؤنا الوزير حج حسن لا اعترضت عددت على التصالات أنا لا أفضل غادر الرئيس عون الجلسة ليرأسها الحريري من بعده الذي تأثر برهبة مكان الرئيس وفق باسيل نوها رئيس الحكومة بفخامة رئيس الجمهورية الذي اضطر لمغادرة الجلسة طالبا من دولة رئيس المجلس الوزراء ترأس الجلسة واعتبر رئيس الحكومة ثقة الرئيس به دليل على ثقة رئيس البلاد بالحكومة وبالمؤسسات الدستورية وأن ذلك يشكل سابقة إيجابية ودليل خير كلام استفز رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي وغرد ما نقله وزير الإعلام بالوكالة عن رئيس الحكومة استفزني لعدم الاطلاع الكافي على الدستور وما يصيب مقام رئيس مجلس الوزراء لذلك توجه ميقاتي إلى الحريري قائلا بكل محبة واحترام أقول كفايا سعد إشارة إلى أن رئيس الجمهورية يرأس الجلسات بحسب الدستور مطى حضر وليس للحريري أن يشكر للرئيس ثقته بترأس الجلسة فهو أخذ ثقة مجلس النواب روانت أبو خزام قناة الجديد